لماذا كل هذا الغضب الفلسطيني رغم أنه مجرد عمل فني سينمائي أحداثه مبنية على الخيال كما يقول صناعه نعم بداية تحياتي لكم ولتسليطكم الضوء على هذه القضية ذات الأهمية لا غضب على أي عمل فني فخيال الفن وساحة الفن والإبداع مفتوحة لكل فنان ومخرج وممثل أن يذهب في هذه الساحة حيث ينقل رسالة الشعوب وتحديدا الشعوب المقهورة التي تعاني الظلم والقهر والاحتلال هم قالوا هو خيال وكان خيالهم مبني على قصة حقيقية والقصة الحقيقية هي بحد ذاتها أشبه بالخيال لو نقلت كما هي في الحقيقة هم بنوا خيالهم على قضية ارتبط بمقدس لدى الشعب الفلسطيني ولدى الأسرة على وجه التحديد وبالمناسبة أنا حضرت هذا الفيلم وحدي واطلعت عليه بشكل كامل ليس فقط مغالطة الفكرة التي نحن ضدها وواجهناها وحاربناها كفكرة ولم نحارب شخصها مع احترامنا لكل الأشخاص الفكرة بالنسبة لنا الاسم كان أميرة لكن الفكرة كانت شريرة عدا عن المغالطات الكثيرة في الفيلم عندما نقدم فيلم للعالم نعكس فيه قضية شعب يجب أولا أن تكون المعطيات الواردة في هذا الفيلم حقيقية وصحيحة وليست مغايرة للواقع الذي يعيشه الأسرة داخل جون الاحتلال لا يمكن أن وإن كان هذا الفيلم في إطار الخيال بما أنه ارتبط بقضية واقعية يجب أن نعالج هذه القضية كما يجب لو هم قالوا خيالا وقالوا أيضا أنهم نقلوا رسالة الشعب الفلسطيني وبما أن الفيلم فيه رسالة للشعب الفلسطيني فالرسالة ليست كما يجب أنا أسير محرر وعيش ظروف الاعتقال سأتحدث أولا سيدتي إن سمحتي لي عن المغالطات في الفيلم أولا طريقة تهريب أو تحرير النطف كما تسميها الحركة الأسيرة لا تحدث بالطريقة التي عرضت في الفيلم هي طريقة معقدة جدا وتخضع لظروف قبل الإخراج وما بعد الإخراج والمشفى الذي يعمل على التخصيب يكون قد أرسل صندوقا ما ويستقبلها مباشرة من الأسرة وقضية لا نريد أن نقف تماما على طبيعة التهريب لكنها ليست كما ذكر كما أن الفصل التام بين الأسير والأهالي في الزيارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل الأسير إلى ذات المكان الذي يصل فيه أهالي الأسير أو يصل المرحاض الذي يصل فيه أهل الأسير أو يستخدم العلكة هذه التي تعاد من المحرمات إدارة سجون الاحتلال تعتبرها من الرفاهية وبالتالي هي ممنوعة منعا باتا داخل السجون حالة التواصل ما بين الأسير وأهله تتم عبر الزجاد فقط وعبر هاتف والهاتف مسجل لكن هذه الملاحظات تكون مسجلة بالصور